عديها كلام كتير جدا طبعا عن البطولة العربية لأندية كرة السلة اللي حيشارك فيها بإذن الله الأهلي أو سلة الأهلي تحديدا ودي النسخة رقب 35 للبطولة حنتكلم عن المنافسات وحنتكلم عن مشوار الأهلي فيها مع ضفنا العزيز جدا كابتن إسلام علي نجم الأهلي السابق لكرة السلة صباح الهنة أهلا بيك يا نوان صباح الفل عليك وعلى كل جمهور النادي الهنة بنوارنا وببقى سعيدة كمان لما بيبقى معانا يعني نجم فرياضة ما برضو حتى لو سابق لأنه أحب دائما نروح للنستالجيا هي مش نستالجيا قديمة أو أنا عارفة يعني بس برضو ونقارن بين الماضي والحاضر ومستوى كمان السلة تحديدا في الأهلي وغيره أحب دعا معيك يا كابتن من النقطة دي خلينا نقارن مستوى الرياضة دي تحديدا فيما سبق وفي جيل حضرتك تحديدا وحاليا صباح الخير عليك وعلى جمهور النادي الأهلي وعلى كل أهلنا في موصف جميعا المقارنة يعني ممكن تكون فيها سنة ظلم لأن الأول كان في حاجات متميزة عن دلوقتي دلوقتي في حاجات متميزة عن الأول في أي وإيه بقى؟ المتميز زمان أن كان مجال المنافسة عدد الفرق اللي بتنافس على البطولة أكبر الموهبة كانت أكتر عدد العيبة اللي عندهم موهبة في كل فرقة كانوا أكتر النهاردة الحالة المادية في النسبة لللعبة أعلى قوة والسرعة أعلى في حاجات هما وصلوا لها دلوقتي حاولنا نحن نوصلها على أيامنا معرفناش إيه العالمية يعني الاحتراف كمان في الخارج مثلا الاحتراف في المنح الدراسية الحاجات دي بدأت تظهر بشكل ببير دلوقتي فكل وقت وليه مميزاته ولكن بشكل عام فرقة الأهلي ماشي بشكل كويس دلوقتي نتمنى أن الموضوع يدوم أداءهم في البطولة العربية مش أحسن حاجة وده متوقع على فكرة متوقع أنا من وجهة نظري متوقع وأقول متوقع ليه إنما عندهم النهاردة مباراة مصرية إن شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا بيها مباراة مسهلة خالص ظروف المباراة دي إنهم خسروا ومتش في المجموعة خلاهم يحتلوا مركز الثاني يكمل ولكن فرقة الاتحاد فرقة قوية ومدعمها السنة دي فكان حيبقى النهائي قوي جدا ويشرفنا احنا كمصريين احنا نبقى دايما النهائي دايما مصري انا ليه بقول ان متوقع لا مش خسارة البطولة متوقع الاداء اللي مش احسن حاجة في البطولة دي لان هما راجعين من بطولتين وورا بعد بطولتين اقوية جدا جدا يعني اخرهم كاس العالم القندية اللي كان في الفلبين من حوالي تلات سابعة وشهر فالدايما حمل البطولات بيبقى برغم ان وجزتي بيعمل روتيشن هايل هايل يعني وملفت للنظر جدا ولكن حجمه وقوة البطولة اللي فاتت واللي قبلها ميخلي اللعيبة وصلت لمستوى فني وبدني عالي جدا والطبيعي في كورت السلق وفي الرياض عموما بيبقى فيه كيرفة لوة وكيرفنزول بالنسبة للحالة الفنية والبدنية يعني كان اجهاد مثلا الى حد ما يخلينا نقول مش عايز اقول اجهاد لان الحمدلله ما حصلش اصابات ولكن هو اجهاد عام بشكل عام مش عايز اقول حال التشبع توقيت البطولة يعني ممكن ما يكونش في صالح الفرقة ان هو جاي بعد بطولتين اقوية جدا البال اللي هي افريقيا واللي مهيلا كاس عالم وكاس عالم قندية فمش عايز اقول تشبع ولكن هو في سنة زهق كده ممكن يكون اللعيب انا كنت لعيب وعارف اللي انا بقولوا ده كويس جدا اللعيب من كتر البطولات بيحصل له زخم كده او حالة تشبع شوية بالتالي بيقصر على المستوى الفني والبدني هما في البطولة دي الدول الاولاني يكسبوا كل المتصوات مع عدم ماتش بيروت ولكن الاداء من وجهة ناظري ما كانش احسن حاجة مكسبنا للفرقة اللي كانت في المجموعة اه الحمدلله الفرقة قوية لكن الفرقة اللي احنا قابلناها مش بقوة بيروت الليبناني اول تحس كده انا لها قابلنا النهاردة على مستوى الفرقة او على مستوى المحترفين اه ولكن اه كل ماتش بيروت الليبناني يعني مثلا ماتش بيروت الليبناني رغم ان احنا خسرنا تاني يوم على طول او بعد يوم من لعبنا الفتح السعودي فرا كويس ومعام محترفين كويس كسيمنا فرا 40 بنت فهو كل ماتش بيروت وكل اللي انا بقوله ده ممكن يتغير تماما النهاردة واتمنى ان يتغير تماما النهاردة مستوى او جوستي مذاكر في الاتحاد كويس انا لسه عايز اسألك فنيا بتشوف هذا الرجل وهذا المدير الفني عبقاري اه يعني من ناحية الفنية ومن ناحية كمان الانسجام مع اللعيبة وتطوير اداءهم يعني بتطلق عليه عبقاري فعلا بصراحة لانه بيدير المباراة او بيدير المنظومة مش فنيا بس فنيا وشخصيا شخصية بيدر كويس قوي بيعرف ازاي يعني يفرد رأيه وشخصيته على الجهاز المعاون قبل الفريق ودي حاجة تحسب له انا كمدرب حاليا بحاول اتعلم منه الجزئية دي مهم جدا جدا فرض الشخصية مش فرض الشخصية اللي هو الدكتاتورية ولكن فرض الشخصية اللي هو يعني كل واحد عارف دوله ايه انا مدرب وانت اللعيب انت شغلتك ان انت تتلعب وتغلط وانا شغلت ان انا صلح لك هو وصل لمرحلة ان اللعيبة بعندها ثقة فيه فلو هو اليمين هيبقى يمين حتى لو اليمين ده غلط صحيح ودي بتبقى انا يعني من من تجارب كتير وخبرات كتيرة ما بين اللعيبة والمدرب على مدى بطولة او بطولتين او سنة او سنتين وقعد مع النادي بقاله سنتين اهم لا محقق نجاحات كبيرة انا دايما يعني بتبنى هذه او وجهة النظر دي اللي يقولك مدير فني ناجح لازم يكون ناجح في الشقين الشق الفني والنتائج والشق كمان الانساني والنفسي مع اللعيبة واعتقد جوستي بوش من اللعيبة اللي قدرت فعلا تجمع وعلى مدى تاريخنا وانحنا بنلعب في مدربين عندهم النموذج ده انه ممكن ما يكونش فنيا احسن حاجة بس بيعرف يوصل اللعيب لحالة نفسية وزينية وعلاقة انسانية ما بينهم اللعيب يخليه بالبلد كده يديله عنيه هو عامل الكلام ده وزودي على اللي انا قلته ده الشخصية القيادية في الملعب قوي جدا شخصيته قوي جدا سعب بتوصل لمرحلة العند او مرحلة فرد الرأي بالقوة انما في وقت ملاقات الكلام ده ناجح الجهاز المعاون معاه طبعا كلهم جرحي ورامي دياستي وكابتن طاري جرنام طبعا ودكتوري دي خاراطي الجهاز المعاون الفني والاداري انا على اتصال بيهم باستمرار ودايما بتكلم معاهم في الامور اللي جنب النواحة الفنية لان النواحة الفنية احنا بنشوفها احنا كمدربين ولعيبة قصر كورتوسلى احنا بنشوف الكلام ده في الملعب فنقدر نقراه انما الجوانب النفسية والتعامل ما بينه اللي هي ما مش هنشوفه صحيح فدايما بنسأل على الامور دي فبيأكدوا اللي انا بقول لحضراتك ده ان هو ليدر قويس كوي شخصية قوية جدا لعيبة وصلت ان هي برغم شخصية قوية اللي بتحبه ودي اهم حاجة مهمة جدا جدا المدرب لو وصل لها باقل عوامل فنية ممكن يطلع انتك كويس انا بشوف دايما مدير الفني الرائع او المتميز هو مش بس النتائج معاه بتختلف او بتبقى افضل لا كمان فكرة ان هو يطور اللعيب انا شو بتكلم بس في السلام بتكلم على كل الرياضات ويمكن كمان ممكن اذكر مثال الفريل الاول عندنا فالكورت القدم فهي قصة كلها ان انا ازاي كل لاعب عندي بطور من اداء وبطلع الامكانيات وبستغل الامكانيات اللي عنده وبوظفها على بالشكل سريم في الملعب دي بتبقى عينه دي بتبقى عينه هو ممكن يكون شايف حاجة في اللعيب احنا مش شايفينها طبعا طبعا انا هدي مثال بفيرة الباسكت مثلا مثلا يعني اللعيبة الصغارين في السن زي عمر زهران او مؤمن طريخ خيري او كريم حاتم او اللعيبة دي اللعيبة كويسة على فكرة اللعيبة كويسة جدا بس توهجوا توهجوا مع اوغستي في الملعب رغم ان هم مشاركاتهم مش كبيرة قوي بس تثناء عمر زهران عمر زهران بشارك بالنسبة كبيرة انما ظهر ليهم بشكل الكلام ده توظيف الكلام ده توظيف اوغستي ليهم الكلام الحاجة بتقوليهم نفس الكلام احمد مهيب احمد مهيب مثلا وارد جديد لنادي الاهلي بقاله حوالي سنتين او ثلاثة مشاركاتهم بتبقاش كبيرة قوي مع الاهلي ولكن الوقت اللي بيشارك فيه مؤثر جدا ازاي اوصل اللعيب ان هو بمشاركات قليلة يبقى مؤثر جدا دي العين وثقة المدرب في اللعيب وثقة اللعيب في المدرب انا بكلم حاجة دواتي هو عوامل كتير او بعيد عن الجنوحة الفنية عوامل اللي هي ازاي اتعامل مع اللعيب ازاي احطه في ظروف مناسبة ازاي اطلع منه الحاجة الكويسة هو ما شاء الله ناجح جدا في الموضوع دو عندنا صفقات كمان كانت مؤخرا او تحديدا الموسم اللي فات انضمت وتقلقت بشكل كبير يعني من الصفقات انا فاكرة لان تحديدا اوه عمر عرابي يمكن من الصفقات اول ما جات برضو الكل كان من الجماهير بيتكلم ان عمر ما شاء الله من اطول تقريبا اللعيبة الموجودة هو اطول هو اطول واحد انا شوفتوا قبل كده كذا مرة على الحقيقة ما شاء الله يعني لا اهو اثنين متر وحاجة تقريبا اه وهو كان لعيب مهم جدا في الجزيرة بس برضو تأكيدا لنفس الكلام مع لدي الاهلي حاجة تانية خالص ظاهر بشكل كويس جدا وباينت اكتر بقى في تصفكس عالم مع المنتخب الاخيرة اللي هو عمر ما اتاخدش ما اتاخدش مع المنتخب في كاس عالم اللي اخير تصفات كاس عالم لعب معنات الاهلي كاس عالم قندية بان شكله تماما لا عمر لعيب مهم جدا جدا فعلا زي ما هي بتقولي تطور كتير يعني بيعمل حاجات في الاهلي ما كانش بيعملها في الجزيرة زمان صحيح وده تأكيدا لكلامك ان ازاي في لعيبة بتتطور صحيح لو حتكلم عن فرص الاهلي بقى لحصد لقب البطولة ان شاء الله فرصنا ايه وايه اللي نقدر نقول عليه المطشاط اللي نقلق منها برضو الى حد ما كابتان اسلام لو احنا لو عدينا مباراة النهاردة والنسبة قد ايه برضو عشان خلينا نتكلم نقطة نقطة عشان نبقى صراحة انا ما بلعبش فرقة قليلة انا ملعب فرقة بطل زي زيها فرقة الاتحاد سكندري ليها خبرة طويلة في البطولات سواء المحلية او العربية محترفين معهم محترفين قوي جدا كواسين جدا على مستوى كابتان احمد عمر مدير فني جديد لنادر التحسكندري وروح جديدة ودايما الفرقة لما بيجي لهم دارب جديد او العربة جديدة عليها روح جديدة وشكل جديد ومقدم شكل كويس جدا جدا في نفس البطولة بل بالعكس نتائجهم على مستوى المجموعة افضل نوعا ما من نتائج نادر الاهلي ولكن في النهاية احنا بيتنا بدور التمانية مش عايز اقول ان فرصنا اكبر ولا لا ولا الموضوع صعب ودا انصافا يعني 50-50 انما برغم ان المطسوى صعب جدا انما في ميزة برضو ان شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا النهاردة الدور قبل النهائي مباراة نوعا ما اهدى شوية اهدى شوية يعني دي المباراة لنقلق منها بعد كده اللي جاي ربما يكون افضل قبل النهائي لكن ان شاء الله لو عدنا النهاردة وعدنا قبل النهائي النهائي غالبا غالبا على حسب الجدول اللي انا عارفه لنحتadها سيبقى مع الكويت الكويتي اللي هو هييبقى للنهائي الثالث على التوالي اه ده ايه بقىى الفرص والصوارق الفنية هين نهائه النهائي الثالث على التوالي اللي هو أهل ماصر للكويتي سنقول النخطين اللي فاتوا نسخطين واربعا نهائي الكويت الكويتي وكسب واحدة والاهلي كسب واحدة سنقول حتى الان 50-50 انا بقول ان نهائي الب ten Markt الا الاحل السانيه دي في البطولة دي برغم أن كل ما تنظروفه هو مش مقدي بشكل يطمننا قوي بس معزولين أنا لازم أقول معزولين لأن لسه في بداية كلامي قلت خارجين من بطولتين أقوية جدا جدا وبرغم أن أجوستي عام روتيشن كويس إنما الموضوع الاتحاد جاي من فترة إعداد كان في معسكر خارجي بر مصر مش مرهق فنيا وبدنيا مش جاي من بطولة زينا روح جديدة زي ما بقولك فالموضوع مش سهل ولكن الموضوع في إيدينا عندي ثقة كبيرة في الفرقة وحاصل بقالهم سنتين ساعات بيبقوا وحشين وبيقفع الرجلين بسرعة خبرة أجوستي حتساعد ثقة اللعيبة في أجوستي شوفنا ريمون تاد أكتر من مرة برضو عادة الفريق فكل اللي أنا بقوله ده ممكن يتغير النهاردة يا مساعدة على الورق والألم اللي أنا بقوله ده على الورق والألم إنما على أرض الملعب لأ وارد كل حاجة تتغير وإن شاء الله يبقى الورد عندنا ثقة فيهم النهاردة والمحترفين رغم أنهم حتى الآن مش مقدين بشكل كويس لكن الثلاث محترفين اللي معنا سفيهاتهم على أعلى مستوى وده اختيار أجوستي وأنا مأيده رغم أن فيه ناس معترض على المحترفين دول لكن أنا وجهت نظر الشخصية محترفين على الأعلى مستوى إحنا عندنا ثلاث محترفين منين؟ عمر عبادة بلاي ميكر الأساسي في منتخب تونس لعب عنده خبرات كبيرة جداً ولعب مع منتخب تونس إتنينكاس عالم وأولمبيات سفيه محترم يعني الاتنين الأمريكاني التانيين نورس كله أم بي اي أصلاً سابق لعيب أم بي اي إحنا عارفين يعني إيه أم بي اي طبعاً فاكوادي لعيب أمريكاني محترف لا ثلاث محترفين على أعلى مستوى ممكن المستوى بتاعهم طالع نازل إنما خبرات عالية جداً أتمنى تظهر النهاردة وعلى فكرة في كاس عالم الأندية خبرات الثلاث محترفين دول ظهروا في الوقت اللي إحنا محتاجينهم فيه لأن المحترف الكويس أو اللعيب اللي عنده خبرة كويس ممكن في الأمور العادية ما تظهرش خبرته تظهر في الوقت الكريتكال اللي إنتي بيحتاجه فيه وده اللي حصل معهم في كاس عالم الأندية وأتمنى أن يحصل معهم النهاردة إن شاء الله رائع جداً طب أنا هنروح ونرجع لنقاط مختلفة عايز أروح شوية لفريق السلة سيدات رؤيتك برضو كابتن إسلام حتى هذه اللحظة الأداء تقييمك ليه إزاي هل ممكن نتكلم أن مسألة للفترة اللي جاية برضو عندهم فرصة كبيرة إن هم يوصلوا الرانكينج مختلف إيه أشد برضو التنافس أو الفرق المنافسة لنا خمين أعرف منك فريل درجة وراء سيدات يعني ما شاء الله نمشك الخشب ما نحسدهمش يارب يكملوا عنهم في السنة اللي فاتت عاملين موسم تاريخي لعبوا خمس بطرات كسبوا الخمسة بقيادة طبعاً طريق خير يا أخوات كبير وحبيبي ومدرب محترم جداً وتاريخه محترم على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب السنة دي هو كبطل دوري السلام فاتت له صفقة واحدة حسب لوحي الاتحاد المصر كورتسلم عمل الصفقة الواحدة غير المحترفة مجال المنافسة في كورتسلم سيدات مش بقوة الرجال اللي بينفسنا على مستوى البطولات المحلية ممكن فرقة أو فرقتين بعكس الرجال طبعاً يعني الدوري المرتبط بدأ مع كابتن تاريخ خيري بدأ ما شاء الله العلامة كاملة ستة من ستة وإن شاء الله يكملوا على كده لأن هم السنة اللي فاتت زي ما قلت لك خمسة من خمسة فهم طمعيننا اللي المنافسة الوحيد ليهم على المستوى البطولة ممكن نقول سبورتين الاتحاد السكندرية عمل فرقة سيدات سنة دي بلو سنتين عامل السنة دي بدأت تظهر النتائج فممكن يكونوا ودايماً الباسكت في السكندرية بيبقى له شكل هليوبلس زهور مصر التأمين فرقة السيدات مش بقوة أنها تنفس على البطولة ولكن ممكن تأثر على اللي بيكسب أو يخسر البطولة فربنا يكرمهم ويكملوا يكملوا بنفس الشكل اللي هم عملوا السنة اللي فاتت وان شاء الله يعملوا مسلم تاريخي برضو السنة دي خمسة من خمسة على مستوى أفريقيا محتاجين يعني محتاجين شغل أكتر لأن ما لعبوش أفريقيا خالص تقريباً لما شاركوا في الدوء أفريقيا ممكن يكونوا ما وصلوش للتمانية المجال المنافسة على مستوى السيدات في أفريقيا أصعب أصعب كتير إنما بدعم مجلس الإدارة وبخبرة الفرقة اللي بتاخدها مع كابتن تاريخ خيري لأ هم رايحين في السكة الصحة وإن شاء الله يكون ليهم دور على مستوى أفريقيا إن شاء الله يعني آخر سؤال عشان وقت بيجري كابتن إسلام إيه أحلى ذكرياتك مع الفريق برضو أو إيه أكتر منافسة ما تنسهاش أو بطولة على مستوى اللعب ولا تدريب لا اللعب اللعب دوري عام طبعا أخذنا ثلاثة دوري عام منهم دوري عمري ما حنساه خالص مع الزمالي في نهاية دوري السوبر كنا إحنا كسبانين وخسرنا ماتش واضطرنا نعمل ماتش فاصل وكسبنا في الماتش الفاصل بعد يعني كنا متأخرين في الماتش وعوضنا وكسبنا في صلقة واحد في أستاذ القاهرة صلقة واحد في أستاذ القاهرة دي اللي ما يعرفهاش اللي بتلاحي فيها كاس عالم هند بول اللي هي الصالة الدائرية الصالة دي كانت مليانة على الجمهور ودي يعني نقطة مهمة جداً كنت حاول أن أتكلم فيها إن ملعب البسكت من غير الجمهور مرش طعم خالص يعني والله أي رياضة فاعلة طبعا أي رياضة فاعلة بس أنا أتكلم على البسكت عشان مجالي ملعب البسكت من غير الجمهور مرش طعم خالص ووجوده بيفرق معاكم بشكل كبير حتى لو ألعب يعني نتفرج على البطولة العربية للشغالة لانتو حتى في التدريب أنا بشوف بيفرق يعني جداً جداً أجواء مختلفة تماماً يعني لو نتفرج على البطولة العربية للشغالة دي وقت جمهورنا وأهلينا في كتر سواء اللي عادين هناك أو اللي راحوا يتفرجوا على البطولة لا مخالين طعم المبارشة لها مختلف تماماً يعني يعني إيه ملعب مدرج من غير الجمهور يعني إيه اللي خلينا نمنع جمهورنا يحضر لو فيه أي شغب أو فيه أي حاجة الموضوع ممكن تتقنن يعني يعني فيه مثلاً عقوبات أو الكلام ده لكن ملعب غير جمهور صعب جداً ده على مستوى اللعب على مستوى التدريب من أربع سنين مع كابتن طاري خاري مع الفريق الأول كورس سلة رجال كنا مسكنين الفريق ولعبنا بتوط أفريقيا في النادي عندنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ما كانش نقص غير ان احنا نكسها ببطولة وكسبنا البطولة فعلا كانت من احلى البطولات اللي رجعت علينا في النادي الاهلي هنا جميل جدا كابتن اسلام انا بشكرك على الفقرة دي وجودك معنا بجد انا يعني انبسطت جدا ان شاء الله هننطقي تاني ان شاء الله مرسي جدا انا وان صباح الخير عليك وافتخدنا كريم ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله بكرة بإذن الله حينضم بس وكان عنده ظروف كده عائلية نروح فاصل سريع ونرجى مع حضراتكم خليكم معنا واخر فكر